قطاع غزة هو في صلب الأخبار منذ أيام وفي الحقيقة منذ عقود القطاع هو ذلك الساحل الجنوب الديق من فلسطين والواقع شمال شرقي شبه جزيرة سينة مساحته تقدر بـ 1.33% من مساحة فلسطين التاريخية بما يشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذ لا تتجاوز مساحته 365 كم مربع على أرض القطاع أعلى كثافة بالعالم بوجود مليوني نسمة غالبياتهم من اللاجئين نعم من اللاجئين الذين غجروا من منازلهم منذ النكبة عام 1948 مدينة غزة هي تجمع السكان الرئيسي هي مدينة ساحلية كانت تعرف بشواطئها الجميلة هناك ثمانية مخيمات رئيسية في غزة أشهرها الشاطئ والبريج ودير البلح وجباليا وخان يونس والمغازي وانصيرات وأيضا رفح يوجد في رفح المعبر الذي يربط بين القطاع ومصر أنا نايمين في الضار شردين بناتي كل هيتم عندنا ومتخبين وإخوتي وولادي وكل العمارة وإمي كل هيتم متخبين عندي ومدرين فجأة إجا تلفون قال بدأ نقصف العمارة لجمكوا اخلوا كل هيتم وتطلعوا اطلعنا كل هيتنا مش عارفين راسنا من رجلينا لا عارفين وين نروح ولا عارفين من نطلع ولا وين نروح ولا اطلعنا في الشارع وقعدنا في الشارع اجا تلفون قال ما ترجعوش إلا لما انبلغوا ترجعو وتم قصف العمارة رجعنا انقصفت صحيح العمارة لكن احنا البيت اللي عنا خشينا مش عارفينه مش بيتنا هذا كل لا في بواب ولا شبابيك وضمار ست شقق ضمار شامل خطر review اجا ترجعوش اشتركوا في القطار اشتركوا في القناة